عزائي الطلاب مع محاضرة جديدة بعنوان البناء في الحروف قلنا في مقدمة درس المعرب والمبني أن الحروف جميعها مبنية قلنا إن الحروف جميعها مبنية فالحروف لا تحتاج إلى الإعراب كلها مبنية لماذا؟ لأن الحرف لا يتوارد عليه معاني يحتاج فيها إلى الإعراب للتمييز بين هذه المعاني كما في الإسم لا تتوارد عليه معاني يحتاج فيه التمييز بينها إلى الإعراب أو إلى إعراب كما في الإسم فابتداء الغاية مثلا يفهم من الحرف إن من فابتداء الغاية يفهم من الحرف من وانتهاء الغاية يفهم من الحرف إلى الإسم يعني للتوضيح هذه الجزئية الإسم يحتاج إلى إعراب رفع نص بجر هل هو مبتدى؟ هل هو خبر؟ هل هو فاعل؟ هل هو مفعول به؟ هل هو كذا؟ أما يحتاج العلامة الإعرابية ليوضح موقعه في الجملة أما الحرف لا تتوارد عليه هذه المعاني يعني لا يكون فاعلا ولا مبتدأا ولا خبرا ولا مفعولا ولا غير ذلك من مواقع الإعراب فلذلك هو جاء مبنيا لا يحتاج إلى علامة الإعراب التي يحتاجها الإسم لكي يتضح معنى الإسم أو المقصود منه في الجملة فمثلا كلمة من حرف جر تدل على بداء الغاية وإلى تدل على انتهاء الغاية يفهم ذلك من السياق لا تحتاج إلى الحركة ليوضح معناها بل تحتاج إلى السياق هذه هي العروف تحتاج إلى السياق فقط ليتضح معناها ولا تحتاج إلى الإعراب ومن ذلك كما قلت من وإلى في قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى جاء متضح هنا متضح المعنى بداية الغاية بكلمة من وانتهاء الغاية بماذا؟ بإلى بدون الاحتياج إلى الإعراب لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولكن السياق هو الذي حدد المقصود بمعنى حرف الجر مين؟ أو بمعنى حرف الجر إلى بذلك ننتهي من البناء في الحروف وإلى محاضرة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر